بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يدون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أغلب من من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدحلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشيخ والمغنب فأينما تظنوا فثم بدوا إن الله ما سعر العليم وقالوا انتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماء ما في بل أرض كل له قانبون بديع السماء ما في بل أرض فإذا قروا أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولد النصار حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهباءهم بعض الذي جاءك من العلم ما لك من الظالم ولي ولا نصير ولذين آتيناه الكتاب يدعونه حق تلابته أولئك يؤمنون به ومن يكفو به فأولئك هم الخاصرون يا بني إسرائيل نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عدل نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا منصرون وإذ ابتلى إبراهيم وغبه بكلمات فأتمهم قال إني جاعبت للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهد الظالمين وإذ جعلنا الميت مثابة للناس بأمنا واتقروا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن قهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله من يوم الآخر قال ممن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وابس المصير وإذ يرفعوا إبراهيم القباعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأذنا مناسكنا وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم وَابِنَا بَبْعَدْتِهِن مَّنْ يَكْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لنصالقين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وبصى بها إبراهيم بنيه فيعقوب يا بني إن الله صفى لكم الدين فلا تموتون إلا بأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعض قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلق لها ما كسبت ولهم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارا تهتدون قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسحاق ويعقوب بل أسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له المسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تبلوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكه الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ملكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط دانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أعلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلق لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صنق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر